السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أمهات وتلاميذ وكذلك الأباء لرحمة تبع فينا لسنة رابعة ابتداء أجيل الثاني سنقوم اليوم بإذن الله تعالى بمراجعة ستكون المراجعة الأولى بإذن الله تعالى قبل الإختبار الأول للفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية فقط قبل أن نبدأ يا تلاميذ وكذلك الأباء والأمهات لرحمة تبع فيها حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع النماذج القادمة في جميع المواد بإذن الله تعالى إذن سنبدأ على بركة الله بسم الله ريفيزيون مراجعة إجزارسيس 1 كمبلت بار للا الأبوستخف عندي هنا هادو الكلمات ريح نحط مكان الفرر نحط ل ولا ل ولا الأبوستخف هنا عندي في أردواز أكل ووزين ستيلو دارسان أملت لكم هاد القصصة هذه القصصة سوف ستساعدكم بزاف هاد القصص يوش فيها وكثيرة يا تلاميذ نحط الأبوستخف انظروا نحط الأبوستخف بالكلمة اللي تبدأ ب لأ ولا إ ولا أ ولا ولأ ولا أ ولا أ الكلمات اللي يبدأوا من ل跳غة الحروف هادو الحروف يأطلّون هن الكلمات اللي يبدأوا في أشتراك من هادو نحط لها الأبوستخاف وقتها نحط اللا اللا كما قلناها من قبل هي التعب الثامنة هي المؤنث نحط اللا في الكلمات اللي يخلصوا بالأ بالأ نقول هنا لا في الكلمات اللي يخلصوا بالأ هنا ل هي المذكر هي تماسكولا عندي هنا ستيلو بوس لابا قاز لاحظوا بلي هادو الأربع كلمات ما يخلصوا بالأ بالكلمات اللي ما يخلصوا بالأ نحطوا ل كما ستيلو ما تخلصوا بالأ نقولوا لستيلو بوس ما تخلصوا بالأ نقولوا لبوس لابا ما تخلصوا بالأ نقولوا لابا قاز ما تخلصوا بالأ نقولوا لغاز إذن نحطوا ل في الكلمات اللي ما يخلصوا بالأ نحطوا لأ في الكلمات اللي يخلصوا بالأ ونحطوا الأبوستخاف في الكلمات اللي بداو بواحدة من هاد الحراف يا أمهات للأباء اللي راكم تبعو فيها قصصها كما هذه الأولادكم قبل الامتحان ستكون يعني خاص يفهموا التلميذ يعني بشكل مبسط رايح يكون يعني كدعق للتلميذ قصصها كما هذه رح يفهم بها تلميذ الدرس بشكل بسيط موضح إذا نحن يا تلاميذ عندي في انظروا في تخلص بالأ أنا وش نحط ترى بيان لا في إذا نكتب هنا لا في ترى بيان ستيلو ستيلو هنا ستيلو ما تخلص بالأ وما تبدس بوحدة من هادوك الحراف على وش نحط نحط ل لستيلو أغدواز أغدواز إذا لاحظوا معايا بلي هاد الكلمة وشبهها تبدأ بالأ هي حطيناها في الأل أباستخف وتخلص بالأ هنا شكون يغلب يا تلاميذ تغلب الأل أباستخف ولا تغلب اللا إذا هنا يقدر يصرح خلط للتلميذ بين الأل أباستخف وبين اللا هنا تخير له وش يحط أشكو يحط الأل أباستخف ولا يحط اللا إذا نحن سعر لكم يا تلاميذ كي تلقاوا الكلمة تاعكم يبدو بوحدة من هادو اللي هما ليفوائيل ديراكتومون وش سحو تحطوا الأباستخف هي اللي تغلب هنا هنا الأباستخف ستغلب لا إذا هنا سنحط الأباستخف الأباستخف الأغدوازة الأغدوازة هنا عندي غرصان غرصان ما تخلصش بالأ غرصان ما تخلصش بالأ وما تبدأش بواحدة من هاد الحروف وما تخلصش الثاني بالأ ترى بيان هلو وش نحط حط لغرصان إيكال إيكال إذا هنا وش عندي يا تلاميذ إذا عندي هنا إيكال تبدأ بالأ أكسن أكسن مع الفويل أكسن لاحظوا أيضا بليتخلص بالأ إذا كما المؤنث المؤنث تاني خلص بالأ كما قلنا يا تلاميذ مايصار لكمش خلط بين الأباستخف و بين اللا راهي ديما الأباستخف تغلب اللا ديما تغلبها الأباستخف ديما تغلب اللا إيكال الأباستخف الأباستخف الإيكال تلاميذ عندي هنا فاست فاست هنا تخلص بالأ وما تبدأش بالفويل هلو وش هنحط لا فاست لا فاست فمنا لا فاست فوازين فوازين تخلص بالأ وما تبدأش بوحدة من هات الحرف وش هنحط كوزن 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 ما تبدأش بوحدة من هات الحرف وما فيهاش الأؤف الاخير على روش نحط لها نحط لها ل مرسكولن لكوزن لكوزن كوزن كيما قلت يا أمهات كذلك الأباء اللي هم يتبعوا فيها حاولوا عندكم تعملوا قصصة كيما هدي الأولادكم رح تسهل عليهم الفهم لأنه عقل التلميذ صغير مش رح يقدر يستوعب كلش يعني قصصة كيما هادي صغيرة يعني كيما هادي رح تسهل عليهم الأمور حاولوا انكم ديروا كابتر ذاكره دوس ديامي اجزارسيس إكري او بلوريال وش يهو البلوريال يا تلاميذ جيد إذا البلوريال هو الجمع خابيا رح نحول هاد الكلمات رح نحولهم كامل للجمع اذا كما قلنا من قبل لا والل وضيفوا ال لأبوستروف ال أبوستروف وش تقولي في الجمع تقولي لأ جيد جيد هادي في المفرد وهادي في الجمع هادي في السنجولييي وهادي في البلوريال أعملوا قصصات يا أمهات وكذلك الأبا أعملوا قصصات لأولادكم هكذا بش يفهموا الدرس ويكون مختصر ومبسط بحي يفهموه أولادكم هنا عندي لا ميزان لا ميزان لا تقولي لي ترى بيان نعود نكتب ميزان هكا نكتب ميزان جاجود أس أس تاع البلوريال لكارتابل لكي ما قلنا تقولي لي وكارتابل نعود نكتب كارتابل ترى بيان وجاجود أس في الأخير هي تاع الجمع تاع البلوريال لليفر لليفر لتقولي لي ليفر نعود نكتب ليفر جاجود أس ليفر لاردواز كي ما قلنا الـ أيضان الـ لي ترى بيان الـ لي نكتباردواز جاجود مع أيضا أس ترى بيان ترى بيان ترى بيان ترى بيان أكمل بـ A, UN, D الـ A هي تعل المذكر الـ UN هي تعل المؤنث و D هي تعل الجمع مذكر سمع مسكولان مؤنث ثمينة جمع بلوريال الكلمات اللي في المذكر يبدو بالـ A وش بيهم ما يخلصوش بالـ E وما يخلصوش بالـ S الكلمات اللي في المؤنث اللي يبدو بالـ UN يخلصو بالـ E والكلمات اللي في الجمع اللي في البلوريال يخلصو بالـ S هاي ونديرو مع بعض التمرين لاحظوا يا تلاميذ بلاج بحي تخلص يا تلاميذ تخلص بالـ E إذن نحط لها UN إذن جي كري UN UN بلاج تابل تخلص بالـ E حلوق تخلص بالـ E جي كري UN UN تابل فمينا مؤنث كامراد كامراد لاحظو يا تلاميذ يتخلص بالـ S تخلص بالـ S جي كري D D كامراد تاكسي تاكسي ما تخلص بالـ E وما تخلص بالـ S وش نكتبوه؟ جي يد UN تاكسي جي كري ألاف 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 تخلص بالـ S حلوق اللي يخلصوا بالـ S وش نحطوه لهم D نكتبوه D D زي لأف هاتي الجملة في البلوريال برس برس تخلص بالـ E تخلص بالـ E كلمات اللي يخلصوا بالـ E وش بيهم؟ فامنا UN UN برس تخلص بالـ E بوس 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 هنا تخلص بالـ S لكن هنا حالة خاصة إذن هذه الأس راهي جاية مهيش تا البلوريال راهي جاية مع الكلمة نفسها إذن كان كلمات اللي يخلصوا بالـ S بس و يمهم سازمع هي تريدون تفرقوا بين الـ S اللي تكون أصليه في الكلمة وبين الـ S تعلل بلوريال نعطيكم ملاحظة لاحظوا كلمة بوس انتقت الـ S ولا ما انتقتها انتقتها بوس اسمعتوا الـ S بوس عليه لا، هذه الأس هذه راهي في الكلمة نفسها يعني معنها أصليه هنا مثلا الـ انتقت الـ S مانتقته ainsi عليه لا يستطيع تعلل بكari كما هنا كما غد كما غد انطقت الاس او ما انطقت هاش اذا هنا ما سمعتوش الاس الاس هذه رهيتها البلوريال ديما الاس على البلوريال ما تسمعوهاش في النطق لكن الاس اللي تكون اصليه تسمعو الاس بوس اذا وش نحطه ام بوس فاست اذا هنا تخلص بالاس لكن كما قلنا ماهيش مسموعة فاستت اذا وش نحطه هنا نحطه دي باسك تخلص بالاس تالي البلوريال بيرو بيرو هنا ما تخلص بالأ ما تخلص بالاس اذا هيا انكر ان بيرو ان بيرو باسك تخلص بالاس بار سم سم اي سوي اي اذا وين قلتوها دي تالاميد جايد سي لا كنجيگزان تالي لابتو اتر قلتوها يا تالاميد ونرمالمن تكونوا حافظينها لازم تحفظوها يا تالاميد اتر جا سوي تي ي إلو ال اي نو سام وزت إلو ال افك اس سم لا كنجيگزان تالي فارب اتر تحفظوها كتابة وقراءة لابتوها لابتوها ماجيد مان كاماراد كي تلقيه اسم ماجيد ولا لينة ولا مان بير ولا بابا ولا ماما المهم اسم ماجيد بانقدرو نبدلو كلمة ماجيد إل وشي هي تال إل إل هي اي ماجيد إل ماجيد إل من كاماراد تهي بان لين ديروها محين ديروها إل هي اقوى أكا باه ماتستخربتو شيات الاميد جا انهي لاب جا سو جا سو انهي لاب جا سو انهي لاب تهي بان نو دي واسان نو سام نو سم نو سم نو سم دي وازن نو سم دي وازن تُي يَي أَس تُي يَي مون امي نو عندكم كلمة الجمعة تروحوا تحطوا لكون جيزان تالي verب إلو أَلْ أَوَكْ أَس يَا سَن هاي إلو أَوَكْ أَس سَن سَن أَنْ Vَاكَنْس وحكا نكونوا درناهم كام إذن وحكذا يتلاميذ وكذلك الأمهات اللي رامي تبعو فينا وكذلك الأباء نكونوا درنا مراجعة الأولى للفصل الأول في مادة الفرنسية لسنة الرابعة ابتداء أجيل الثاني إذا أعجبكم الفيديو حاولوا اشتراك في القناة وأي استفسار اتركوه لي في تعاليق وإلى فيذوهات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته